طبعاً مثل ما كنا الصحة هي نعمة من الله سبحانه وتعالى من النعمة العظيمة في صفة عامة والعين هذه خاصة هي أيضاً من نعمة الله سبحانه وتعالى لأن من خلالها نستطيع أن نرى العالم ونرى من حولنا وأنت ما شاء الله متخصص في مجال العيون فحنا ندري حالياً في شيء منتشر حتى على مستوى العالم مجدد في الدول العربية فقط عالمياً اللي هو الماء البيضاء فلو نبي نعرف لأن في كثيرين من الناس ما يدركون بش هو الماء البيضاء مفهومها يعني المفهوم أن العين بتشتغل بالظبط زي الكاميرا يعني العين شبه الكاميرا بالظبط في طريقة تكوين الصورة إحنا عندنا عدستين العدسة الخارجية إحنا بنسميها القرانية دي بتجمع الضوء والضوء يبتدي يعدي من فتحة صغيرة اللي هي بنسميها إحنا في البلاد بتاعتنا الننى الفتحة الصغيرة اللي موجودة في قزاهاية بعد كده يبتدي توصل للعدسة الخلفية اللي بتجمع الضوء على الشبكية الشبكية دي بالظبط تشتغل زي الفيلم بتاع الكاميرا تتكون عليها صورة والعصب ياخد الصورة للمخ فنبتدي نشوف صورة من العين اليمين وصورة من العين الشمال والمخ يجمعهم فيبتدي يكون صورة كاملة العدسة الداخلية اللي هي وراء القزحية لما بيحصل فيها عتامة هي دي المياه البيضاء يعني العدسة دي تبتدي يحصل فيها عتامة أو غيامة ويبتدي الضوء ما يوصلش للشبكية طبعا زي ما حضرتك قلت ان العين فعلا حاجة مهمة قوي في الجسد لان ده المكان الوحيد اللي نقدر نشوف فيه عصب ووريد وشريان بعننا مباشرة يعني انا لما بحط قطرة ووسع قاعل عين واشوف قاعل عين اقدر اشوف عصب واقدر اشوف وريد وشريان مباشرة كل الاوردة والاعصاب والشرائين تحت الجلد ما بتظهرش المكان الوحيد اللي يقدر يكشف لنا الكلام ده هو قاعل عين نعم فالغيامة دي بتأثر على النظر ومش بس بتأثر على النظر هي كمان بتخلينا في بعض الامراض اللي بنحتاج فيها نفحص قاعل عين ما نقدرش نتابع المريض بشكل منتظم ونقدر نفحصه بشكل دقيق طب دكتور هل في اسبع اه طبعا يعني هي طبعا مرض مشهور لدرجة ان احنا ما بنعتبروش مرض لان اشهر حاجة فيه هو تقدم العمر اكتر سبب لتكون المياه البيضاء هي تقدم العمر الحاجة التانية مرض السكر وده منتشر عندنا جدا جدا في الوطن العربي وبيخلي نسبة المياه البيضاء تتضاعف يعني احنا بنقول ان المياه البيضاء في الناس اللي فوق سن الستين سنة تقريبا تلاتة وتلاتين في المية في الناس اللي عندهم السكر بتوصل لستة وستين في المية دي اول حاجة الحاجة التانية قصر النظر ده سبب مهم جدا لزيادة فرصة تكون المياه البيضاء في عوامل وراثية يعني في بعض العائلات بيبقى الموضوع وراثي وفي حاجتين مشهورين جدا هو الاستخدام الكورتزون لفترات طويلة او الحوادث اللي فيها اصابة مباشرة للعين بالظامر كده يعني ما شاء الله الاسباب نجد نقول للعمر والشي السكر السكر قصر النظر العوامل الوراثية واستخدام الكورتزون لفترات طويلة او الحوادث اللي فيها اصابة مباشرة للعين اين عمد دكتور طيب تسمحني ارجع للدكتورة رضوة دكتور أدو أحنا إلى الآن في موضوع جرثومة المعد